في محاولة لكسر زخم تقدم تنظيم الدولة الإسلامية وبالتالي رد الاعتبار للقوات المسلحة الكردية التي كسرت هيبتها بفقدانها سنجار وزمار وربيعة موطن الأقلية الأزيدية في العراق عمدت قوات البشمرقة إلى تغيير تكتيكها القتالي من الدفاع إلى الهجوم بدءا بشن هجوم على مسلحي داعش في بلدة مخمور على بعد نحو 40 كم من إربيل عاصمة إقليم كردستان كما عمدت إلى توسيع المعركة في شمال البلاد من خلال التنسيق مع المقاتلين الأكراد في كل من سوريا وتركيا تحت غطاء جوي من الجيش العراقي سعيا إلى استعادة البلدات الأزيدية الثلاث لديهم أسلحة جيدة خلفها الجيش العراقي وراءه ليس لدى البشمرقة مثل هذه الأسلحة سعي البشمرقة إلى استعادة سنجار وزمار وربيعة لا يخفف من مأساة الأقلية الأزيدية القريبة بطريقة أو بأخرى من الزردشتية وذلك بعد فرار غالبية من بقي على قيد الحياة من سكان هذه البلدات إلى جبال سنجار حيث باتوا يواجهون الآن خطر الموت جوعا وعطشا ما دفع الأمم المتحدة إلى التحذير من مأساة إنسانية 700 ألف نصمة عائلة بالجبل وهم من فوق قادمين الجبل ومن جوى قادمين الجبل وقادمين الطرق عليهم وماكوا مي بجبل سنجار وهس هم مختنقين من المي الجهال يموتون يزلطون جوى السخر مقاتلو حزب العمال الكردستاني التركي وصلوا إلى جبال سنجار وبدأوا العمل من أجل فتح ممرات آمنة لخروج النازحين لكن المهمة صعبة وتتطلب أياما وفي الانتظار ليس أمام هؤلاء الأزيديين إلا الانتظار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر